الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم مرحبا بك في الثاني حلقة هذا اليوم والأولى على القناة الأولى لموقع مشروح ودائما مع حلقات احتراف الويندوز عشرة في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نرى كيف يمكنك عمل بروكسي سيرفر في الويندوز عشرة وهذا بطبيعة الحال من شأنه أن يساعدك على تصفح المواقع بشكل خافي إخفاء هويتك أثناء تصفح الأنترنت وأيضا يمكنك من خلال هذا البروكسي أن تتصفح المواقع المحجوبة في بلدك إذن دعنا ننتقل مباشرة إلى التفاصيل مرحبا بك مجددا إذن قل ما عليك في علوء أولا هو الذهاب إلى قائمة إبدأ ثم بعد ذلك إلى settings parameter أو إعدادات أي انكلة اللغة بعد ذلك نذهب إلى network and internet ثم نقوم بتفعيل هذا الخيار use setup script بعد ذلك تقوم بإدخال هنا رابط موقع البروكسي الذي تريد طبعة الحال هناك العشرات إلا من نقوم مئات المواقع في حالة أستخدم موقع unblockmyweb.com ثم بعد ذلك فقط تضغط على save أو heft أو on register أي أن كانت اللغة الآن عندما تقوم بتصفح أي موقع فإنه يتم تصفحه من خلال البروكسي الذي قمت بتعينه إذن هذه الطريقة الأولى ننتقل الآن إلى الطريقة الثانية وهي الطريقة اليدوية نذهب دائما إلى قائمة إبدأ ثم settings parameter أو إعدادات network and internet ثم بعد ذلك proxy نقوم أولا بتعطيل use setup script الخطوة الأولى نجعلها off ثم ننزل إلى manual proxy setup في الخانة الأولى نقوم بإدخال domain proxy ثم في الخانة الثانية نقوم بإدخال port بطبعة الحال هناك العديد من المواقع التي توفر البروكسيات مع البروكسيات مثل هذا الموقع إن شاء الله تجد هذا الموقع في موضوع الحلقة والرابط أسفل هذا الفيديو على اليوتيوب الرابط البروكسي هو هذا الذي يكون فيه أربعة أعداد العدد الأول ثم نقطة ثم العدد الثاني ثم نقطة ثم العدد الثالث ثم نقطة ثم العدد الرابع هذا هو الدومين يتكون أربعة أعداد نأخذ هذا بالكامل ثم نضعه هنا ثم بعد ذلك تجد نقطتين وعدد آخر مكون من أربعة أرقام أو ثلاث أرقام أو رقمين هذا هو البورت ثم نقوم بالنزول هنا وتقوم بإدخال المواقع التي لا تريد أن تتصفحها من خلال بروكسي أي موقع تريده إذا أردت ذلك هذا اختياري بطبيعة الحال إذن أدخل مثلا موقع مشروح ثم تقوم بوضع فاصلة نقطة لإدخال موقع آخر كلما أردت إدخال موقع آخر تقوم بوضع فاصلة نقطة إذن أدخل مثلا جوجل أيضا ثم بعد ذلك فقط تضغط على حافظ أو سيف أو انغوجستري بهذا تكون قد قمت بعمل بروكسي على الويندوز عشر بدون برامج وبطريقة سهينة وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته